تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخلكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمن الزاني لا ينفح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحطنات ثم لم يأتوا بأرباط فهداء فاجلدوهم سماعين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفقون إلا الذين سابوا من بعد ذلك وأصبحوا فإن الله رفور رحيم والذين يرمون أبواجهم ولم يكن لهم فهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لانت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله سواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذف عصبت منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل إمرء منهم مكتسب من الإذن والذي تولى سبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعكمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأشوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة نمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تبقونه بأنسنتكم وتقولون بأخواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حجنا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه فلتم ما كون لنا أن نتسلم بهذا سبحانك هذا بسان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الأعيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تسنع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زشانيكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأترعوا الفضل منكم والساكي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحطنات الغافلات المؤمنات لعنوت الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجنهم بما كانوا يعملون يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مضرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق وريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم اربعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أدفالهم ويحبوا فروجهم ذلك أزكالهم إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوا بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِجْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى أَجْيُوبِهِنْ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُونَتِهِنَّ أو أَبَائِهِنَّ أو أَبَاءِ بُعُونَتِهِنَّ أو أَبْنَاءِهِنَّ أو أَبْنَاءِ بُعُونَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير يولي الإربة للرجال أو الطفل الذين يظهروا على عورات النساء ولا يبرجن بأرجنهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتعبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غيرهم أغدوب عليهم ولا الضالين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع العليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يدفعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمستقيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب من ذري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا فرقية ولا غربية يكاد زيتها يقين ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقان الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذرهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه حساب غلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله منك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوجق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء وكاد سنابرته يذهب بالأدفار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لعنى الأدفار الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اغنى الصراط المستقين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين والله خلق كل دادة مما إن فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريقهم منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقهم منهم مغربون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفاعزون الله أكبر الله لمن حمده سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين اهدنا الصراط مستقيم الصراط الذين لا نعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفاعزون وأغسموا بالله جهد عيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن توله فإن ما عليه ما حمل وعليكم ما حم منكم وإن تطيعوه تحتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وأدى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في العرب كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أبنى يعبدونني لا يفركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئت المصير يا أيها الذين آمنوا ليستعذنكم الذين ملكت ألمانكم والذين لم يبلغوا القلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العتاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعذنوا كما استعذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا تهلا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بذينا وأن يستعففن خير لهم والله سميع العليم ليس على اللعنى حرج ولا على العارض حرج ولا على المريض حرجا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله الله لمن حنج الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعبوب عليهم ولا الضالين يتدبونه ويضيق صدره ولانا انطلت لساني فأرسل الله يارون ولهم علي ذنبهم فأخاقين يطلون آلة الله فذهبا بآياتنا إلا ماكم مستمعين فأتي يا فراغ فقولا إلا رسول رب العالمين أنا رسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقررت منكم لما كفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وفي الكلمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات ويقضع ما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون قال رب المشيط والمغرب وما بينهما إن كنتم تعفلون قال إن اتخذت إلها غيره لا جعلا لك من المسجونين قال أولو جعتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى أصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإلا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إلا هذا لساحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا سأرون قالوا أرجح وأخاه وبعث في المدائم حاشرين يأتوك بكل سحر العليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا الإسرائيل أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقين فألقوا حبابهم وعصيهم وقالوا بهجة فرعون إنا لنحن الغالبين فألقى موسى أساء فإلا هي توقف ما يأشكون فألقوا السحرة شاددين قالوا آمنا برب العالمين من رب موسى وهارون قال آمنتم له قد لا نازن لكم إلا هو لكبيركم الذي ألمكم السحرة فلا سوف تعلمون لو قد لأن أيديكم وأرض لكم من خلاف ولو سلبا لكم أجمعين قالوا لا بغر إلا لنا ربنا منطلبون إلا نصنع وأن يأخر لنا ربنا خطايانا أنتنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد إبادي إنكم مستبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشربة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وغلون وزروع ومصان كريم فلالك وأورفنا آب الإسرائيل فأتبعوهم يسركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إلا معي ربي فيهدين فأوحينا إلى موسى أن ادرب أصاك البحر فانفلق فكان كل فرث كالصوت العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أسرهم مؤمنين وإلا ربك لهو العزيز الرحيم واسل عليهم من هدى إبراهيم يذبع لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا لابدوا أسلامهم فلظل لها عاكهين قال هل يسمعونكم الكذرون موسى موسى موسى